مرحبا عليكم ازايكم يا سنة التى عاملين ايه؟ اولا كده مبروكة على النتيجة سواء كنتوا نتيجة عجبينكو كده وردي عجبكو جدا ورديين بيها او النتيجة مش عجبكو خالص ومش رديين بيها ان شاء الله تحسنوها في الترم التاني ابتسموا كده وان شاء الله نبدأ محاضرتنا بكل حمايز النهاردة انا اسرامك دي وهنبدأ المحاضرة بتاعتنا عن الكنسر الكنسر لو هنعرف هنلاقي كده منتشر حوالينا ان الناس بتقول ان المرض الخبيث او الكنسر انتشر بصورة اكتر من زمين طيب يا ترى ايه الاسباب اللي ورق كده؟ اولا هو انتشر بحالتين موربيتيتي ومورتالتي موربيتيتي يعني معدلات الاصابة ومورتالتي يعني معدلات الوفاء فنلاقي الحاجة دي بسبب حاجتين يا فولس انكريز يا درو انكريز مش فهم اي حاجة خالص تعالوا بس نجيب الحكاية من زمان خالص زمان كانت الدنيا بتبقى عاملة ازاي؟ كانت الدنيا بتبقى الميديكال كير كانت قلالة جدا 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 كان الممكن واحد يصاب بالسرطان ويموت ومعرفش ان هو اصلا كان مصاب ولا كان هو ده سرطان ولا اي حاجة فدلوقتي بنسميها الحتة دي بنسميها فولس انكريز دلوقتي احنا في العصر اللي احنا فيه الميديكال كير كانت كويسة جدا جدا دلوقتي فأنا بقيت أعرف أعمل دياجنوزيس لحالات السرطان فبقيت أعرف أحط عيني عليها فأعرف عدد السرطان كذا وكذا وكذا زمان ما كنتش ممكن أعرف عنهم خالص فدي مسميها false increase طيب true increase الزيادة الفعلية طيب الزيادة الفعلية عدد المصابين ضم في مستوى الدنيا دي بحلها كلهم تزادوا ليه أكيد بسبب زيادة risk factor تعرضوا risk factor الrisk factor دي زادت فزودت لي عدد الإصابة الفعلية زي البليوشن الصناعة الصناعات عالم بقى أشكالها بقى life style بتاع الناس دلوقتي مثلا هتلاقي التوتر وكذا بتلاقيهم يا لجول smoking مثلا مجموعة شباب مثلا اللي ما بيشرفش سجار فيهم بيعتبروه مثلا عيل كده مش تمام فده life style معين بيخلي الناس تحفزهم أكتر لل smoking وده مش صح طبعا ان هو ده carcinogenic تعالوا نشوف معدل انتشار الكانسر حوالين العالم او حوالينا بشكل خاص ازاي بيقول ان الكانسر بيمثل حوالي 12% من معدلات الوفاء حوالين العالم يعني 12% من الناس اللي بتموت حوالين العالم بتبقى بسبب الكانسر وبتراوح العدد بقى ده ما بين الdeveloping countries والdeveloped countries الdeveloping countries زي في الافريقيا والبلاد الفقيرة جدا جدا بنلاقي المرض ده بيوصل الوفاء وفاء بسبب السرطان لحوالي 21% يعني حوالي 5% الوفيات اللي بتحصل في البلد ديت او في الdeveloping countries بتبقى بسبب الكانسر وده رقم طبيعي كبير جدا وبيكون التاني cause of this of cardiovascular بعد الكارديو فاسكولار يعني development countries هنلاقي الكارديو فاسكولار ده اول cause تاني cause الكنسر على طول طيب developed countries اوروبا والبلاد المتقدمة دي بقى بيكون المعدات الوفاء عاملة حوالي 9% او نصف المية من معدلات الوفاء وده طبعا بسبب ان هم بيعرفوا يعملوا ايه الدياجنوزيز ويعملوا بروبر تريتمنت وعندهم حاجات تانية متطورة عن عن developing countries مش هقول عنينا عن developing countries وبيعتبر الكنسر ساعتها وحوالي 9.5% بس وعلى الرغم ان انا بقول بس هو ده رقم كبير برضو مش رقم صغير طيب معدل انتشار المرض ده في المجتمع او ميل وفي ميل ازاي بالله الميل اكتر معرض اكتر لاصابة بسرطان عن الفيميل وهنيجي هنا نطلوب المساواة من الجنسين لكن للأسف الميل بيبقى اكتر هنلاقي الصايت معين هنلاقي مثلا في الفيميل نفسها بيبقى اكتر من فدي سميه حاجة معدلات الانتشار فدي مهمة جدا اننا احفظها التلاتة لبعض الميل اكتر من الفيميل في الفيميل نفسها الفيميل نفسها البريست كانسر اكتر من الكنسر سيرفيكس طيب ايه سبب الكنسر لو جي حد سألك كده يا دكتور فلان قول لي ايه سبب الكنسر هتيجي انت بتقول له والله السبب الكنسر سبب محين اقدر اقول لك سبب محدد للكنسر ما اعدرش اجاوب عليك لكن انا اقدر اقول لك عوامل تخلي تخلي الناس ساسبك تقول اكتر ان هم يجي لهم كانسر لكن سبب محين او سبب محدد يعني مثلا لو اتعرضت كزا مية في المية هجي للك كانسر ما ارداش احكم بيها ولا اجزم بيها بل بالعكس في دراسات بتشتغل على الموضوع ده خلينا بس نتكلم لما جيت قولت المساواع بين الجنسين كده ان الميل اكتر من الفيميل طب يا ترى السبب ليه ليه الميل بيبقى اكتر من الفيميل هل الفيميل عندها حاجات بتحميها هل الميل عنده حاجات بتزود له معدلة الكنسر لا الاجابة ابسط من كده بكتير خالص الميل بيتعرض لريسك فاكتور اكتر بيخرج للشغل الشغل الورك اكتفتي بتاعته والنتشر افورج بتاعته بتخليه معارضة للسرطان اكتر على عكس الفيميل الفيميل دايما بتبقى مثلا الشغل البسيط او المتعرف عليه يعني ان هي بتبقى قاعدة في البيت او الشغل البسيط او هكذا يعني ما بتتعرضش مثلا ultraviolet race عالية ما بتعرضش 12 ساعة في الشمس هكذا يعني بنقول برضو لو جينا سوينا ما بين الميل والفيميل اللي هو primary cancer of non-sexual size هنلاقي ان higher male mortality الميل بيمثل mortality اكتر من الفيميل يعني زي cancer of the virality detect تعالوا بقى انا احنا اتكلمنا بقى لو حد سألك قول لي سبب الكنسر هتقول له ما ينفعش سبب واحد ده فيه عندنا عوامل طيب العوامل دي بتنقسم الاشتياقين كبار environmental factors والhost factor الenvironmental factor دي يعني في البيئة البيئة معينة بتخلي الناس اللي فيها معرضين لإصابة بالسرطان طيب ايه الhost factor الناس اللي عيشين في البيئة دي بتعتمد عليهم يعني هم عاملين ازاي يعني حالتهم عاملة ازاي خلينا في الenvironmental environmental physical اول ما نشوف كلمة physical دي هكتب جنبها radiation الاشعاعات وchemical وbiological الهوست الهوست بقى عندها تلاتة للهوست نفسه لو انا مثلا تلاتة خاصة بيا بيا وتلاتة بشترك بها معناس تانية تلاتة خاصة بيا الage والsex الage والsex والجنتيك طيب تلاتة بشترك فيها معناس تانية familiar الage الage ويجيوغرافيك تعالوا بقى نشوف اول حاجة من الـ environmental factor اللي هو الفيزيكالفاكتور وقدنا نكتب جنبها ايه كلمة radiation radiation دي بتنقسم ليه نوعين انا اتعرضت للradition دي بسبب اكيوبيشن بسبب الوظيفة بتاعتي الوظيفة بتاعتي للأسف خليتنا اتعرض للاكيوبيشن او انا للأسف ما ليش زنب في اي حاجة ونان اكيوبيشنل طيب اكيوبيشنل مين اللي بتعرضوا للإشعاع بسبب الوظيفة بتاعتهم تلاقي لمبة نورت في دماغنا كده الناس بتقول اشعاع الدكاترة بتقول اشعاع ايه هقولوا فعلا الـ medicine في البرسنال بتاع الـ radio diagnosis والـ radio therapy طيب في الصناعات برضو بنلاقي عندنا حاجة اسمها uranium manners الناس بينقبوا عن اليورانيوم وفي حاجة تانية اسمها watch painting dial صراحة انا عاد تبحث عن المعنى الجملة الطويلة دي كلها ما توصلتش النواء غالبا يعني ان فيهم ما اللي بيشتغلوا على الحفر بالليزر على الساعات انهم ما يعملوا الرسومات عليها كده لكن الصراحة مش عارفة معناها 100% يعني يعني بجد ما اقدرش اجزم فيها لكن هنقول watch painting dial washing واليورانيوم منرز اليورانيوم منرز ديه الناس اللي بينقبوا عن اليورانيوم بيستعملوا اشعاعات او حاجة اسمها الناس دول بقى خصوصا الناس بتتعرض لفترات طويلة من الاشعاع بسبب الوظيفة بتاعتهم مثلا مثلا امين الشرطة اللي واقف في المرور واللي حاجة فترة طويلة واقف في الشارع بتعرض لاشعاع فترات طويلة السوائين نفسهم كذا الناس اللي بيشتغل في الطرق والعمال والكباري كذا بتعرضوا لفترات اشعاع طويلة فهما معرضين ان هما يطابوا بالكانسر الارتروفيرت ريز بسبب الفيزيكال فاكتور دي او نان اكيوبيشنا ماليش دعوة خالص بالموضوع انا مش اكيوبيشنا بتعرض لرديش اكسيدنتل اكسيدنتل تعرضت ليها اكسيدنتل وانا لما يجي اقول اكسيدنتل مش معنى ان هو مثلا اكسيدنتل وقف البلكونة اكسيدنتل فرجع حصله وتعرض لليوبي لأ معناها ان انا اقصد كمية كبيرة من الاشعاع طيب كمية كبيرة في الاشعاع في فين فلقاتهم اكسيبلوجان في النيوكلر انرجي ستيشن او في حالات الكيزيس اف ريديو ثرابي انا قلنا فوق الراديو ثرابي الناس بيتعالجوا من الراديو ثرابي اللي بيعالجوهم الدكاترة فدبقى اكيوبيشنا لكن اللي بيتعالجو مش اكيوبيشنا وما الكيزيس اللي راحين يتعالجوا بالراديو ثرابي طبعا هو خارج يقف في 12 ساعة في الشارع ما عرفش هو كان بيعمل ايه بس مش نال اكيوبيشن تمام نكمل بقى نكمل تاني فاكتور الكيميكال فاكتور والكيميكال فاكتور دان فيه عندي حاجات كتير اول حاجة فيهم التوباك والتوباكو ده طبعا عارفين ان هو فاكتور ممكن يعملي كانسر الهورمونز الهورمونز سواء كانت اكسوجيناس هورمونز الهورمونز في صورة طبيعات بتاعتنا مش كارسيجينيك ومش فاكتور طبعا لكن هو بيخص بالذكر يعني الاكسوجيناس لو انا باخد اكسوجيناس هورمونز من بره زي السنستيك استروجين او بالتحديد حاجة اسمها داي اثينايل استيل بسترول داي اثينايل استيل بسترول او اندجونس الهورمونز طلعت عندي بقى بصورة ابنورمال بنسميها بقى سام اندوكراينال ديسوردل او كالت حاجات كارسيجينيك تياتري كيميكال حد كالت حاجة فيها دا تري كيميكال زي الافلاتوكسن والافلاتوكسن ده بيطلع من الاسبراجيلاس بقى كارسيجينيك بيبقى تقريبا في منتجات الالبان يعني لو عفنت او كده والالكول والالكول بعد كده الاربالوتان زي ترافيك الارباليوشن اللي موجود في كل حتة الاندستري وهنا مهم هنقف عند الاندستري دي الاندستري فيه ناس بيشتغلوا في مصانع الاسبيس الاسبيسطوس ده بيستعملوا في مصانع الاسمانت والاسبيسطوس ده معروف انه ممكن يعمل كارسينوجينيك والنيكل وازر كيميكال يبقى اسبيسطوس مهمة طبعا مش هنساهل الاسبيسطوس في الاندستري ازر بقى ممكن يتعرضوا للأسفلت والطار والسود السود ده اللي هو عارفين الدخن السودة اللي تطلع من المداخ بتاعة المصانع دي ده مسميها سود فيه ناس بقى تشيميني سويبس يعني ايه بينظفوا المداخن دي فهم هم معرضين للكنسر معرضين للكنسر سكروتوم لو ذكرتي اسم كنسر فالحطة تنور في دماغي ما تتنسيش الشيميني سويبس كانسر سكروتوم ايه الموضوع كله تحس انه موضوع تعبير كده لكن لاهمني في الموضوع ده الميديكال تيرمز فعلا الكنسر سكروتوم بيجي في الشيميني سويبس فيعني ايه الحاجات لو الكنسر في حطة الفلانية فتنور لمبة في دماغي ان هي ما تتنسيش خالص ايه طيب الاكسبوجر دي ممكن تكون ايه ممكن تكون حاجة من ثلاثة انواع ايه حاجة من ثلاثة انواع اول حاجة بيرسونل اكسبوجر انفيرومنتل وكيوبيشنل زي ما قلنا برضو في الفيزيكا الكيوبيشنل هنيجي هنا بس نقسمها يا اوكيوبيشنل يا انفيرومنتل يا بيرسونل الشخص هو اللي دخلها النفس التوقامي تعالي ناخد كده التوباكو ممكن الهرمون ممكن نداتر الكاملز والفوت بتاعه الانفيرومنتل الاربليوشن الاكيوبيشنل الاندستوري والشيميني سيبس بس سهلة كده طيب تعالوا بقى نكمل اللي بعدها البيولوجيك الفكتور كنا منتكلم عن الانفيرومنتل واحد فيزيكا الاثنين كاميكال ترارتا بايولوجيكا اللي يعني الكائنات الحية الضقيقة اللي بيعيش اللي ممكن تعملي كانسر طب هي ممكن تعملي كانسر هي اللي ممكن تعملي انفكشن زي الفيرل زي الفيرل زي البكتيريا زي البرزدك بس هي الموضوع هنا مش كل انفكشن تعملي كانسر طبعا لكن كورونيك انفكشن كورونيك اريتيشن ممكن يعملي كانسر فيرل زي ايه زي الهيربستامبلكس فيروس في الجنة التريكت فممكن يعملي cancer cervix herpes symbolics virus for genital tract فممكن يعملي cancer cervix وهي الهيباطايتس B virus والهيباطايتس C virus الهيباطايتس B والهيباطايتس C من أشهر الحاجات المشهورة أنها ممكن تعملي cronysty cronic فهي مش ممكن لا هي بتعملي cronic irritation كونت الcancer ولا مش cancer دي بتختلف بها فهي لا يبقى الأكتر وسأصبقته أنهم عملوا cancer liver هيباطايتس B وهيباطايتس C طب أنا ليه بقولك كلام ده دلوقتي أنا مش قلت لا احنا كلامنا أكتر مش كلام تعبيري كلام ده كله كانت كلام تعبيري فهنا كده في النقطة دي بالذات لم فتنور في الدماغ أنا جيت بقى وقلت لك يعني أنا كدوري كتاد دكتور مش هقدرينع حاجة مثلا مش هقدرينع مش هقدرينع كذا لكن هقدرينع هيباطايتس B هبدأ منع هيباطايتس C هبدأ منع هبدأ عالج الهرب seamless فده دوري انا بقى كدوك دور فالحتة دي هي اللي تخصني او هي بالتحديد والاخص والاخص دي لي انا بقى فلما اجي اقول لك كمان شوية انا عايز اعمل او عايز اعمل كنترول للكانسر ده هاجي اعلى اقول لك ايه انا عايز اعمل له كنترول وبرفنشن نمنع بالاصل خالص من الانفكشن اللي حصلت فعالج الانفكشن بروبر واودي اميونيزيشن لو فيه وهدي هبطاجس بيه فاكسين تمام خليكم الحتة دي هي من غرفة دمك كل حد وانوصل للاخ بيقول لي فيه عندنا حاجة اسمها بكتريا فلورا الانتستين البكتريا فلورا دي بتعمل ممكن تغير الكيميكا اللي موجودة في الفود فتعمل لي تخليك تعمل لي كيميكا الجديد كارسينوجين للكانسر كول ده المثال انه هو بكتريا فلورا تعمل متابوليك اكتبي يغيرك كميكا في الفود فيعمل لي كارسينوجين وفيعمل لي كانسر كول وفي عندنا مسأل مثال واضح جدا مش عارفة ولا ايه ما اجابهوش هنا الاتش بايلوري الاتش بايلوري اللي بتعيش في الاسطمق من اشهر الحاجات اللي بتعمل بتعمل انفكشن غبية بتستمر لفترات طويلة وعلاجها صعب وتعملي فممكن تعملي كارسين سهل جدا انا تعملي كانسر بارازيتك البرازايد ممكن تعملي كانسر زي الفشولة الفشولات يعني عموما الفشولة هباتيك ممكن تعملي دي ما تتنسيش طيب الهوست فاكتور كده خلصنا الانفيرومينتل اللي هما التلاتة نيجي للهوست فاكتور الهوست فاكتور قسمنا اول تلاتة خاصين بيه اخر تلاتة مشتركة مع الناس هما اكيد مش خاصين الاج مش خاص بيه لكن يعني كانها قريبة مني الاج بتاعي كزلك لكن الفاميليا لما نجينا شو رح نفهم أكثر عن قصدي الاج بيقول ان الناس الاكتر ان هما يبقى عندهم كانسر ليه طبيعي عاش سن مثلا اربعين سنة خمسين سنة ستين سنة بيتعرض لريسك فاكتور طول السنين العمر دي كلها بزاي حد صغير طب على العكس كده كمان في ناس بيبقى فيهم ينجر فينكم في الصغيرين خالص كده اللي لسه بيكبروا بيقول ان هما ممكن يكون عندهم انواع من الكنسر طب ده جالهم منين اكيد مش الفترات الاكسبوجر الطويلة دي كلها ممكن يكون برضو الاكسبوجر اللي رسك فاكتور وممكن الاكبر ان هو انهارتنس انهارتنس ورسوا الحاجات دي انهارتنس السكس السكس فاكريني الكلام اللي قلنا هناك نقولنا ان الميل اكتر من الفيميل وبنشوف ان لو سوينا بين الميل والفيميل هنلاقي الميل المورتاليتي اعلى زي الكنسر بتاع طيب الفيميل بقى مورتالي هزا نزودها بقى عايزا نعمل المساواة بقى طب الفيميل المورتاليتي يعني هو الميل المورتاليتي بس ات باعزين اي حاجة في ميل المورتاليتي زيادة في اتنين مرادين في الكنسر ênس والكنسر بتاع بتعملينا طب حاجة اسمها يعني بسبب مسا ان في ميل عندها حاجة بتحميها او الميل عنده حاجة بتعمل فكاتر لا بنี جدا إن المال بيخرج أكتر ويتعرض لريسك فاكتور أعلى تالت حاجة الجينيتك الجينيتك يعني الجينات الخاصة بي أنا ممكن يكون عندي جين أبنورمل في أنا زي أبنورمال جين في ريتينوبلاستوم ما تتنسيش أبنورمال جين في ريتينوبلاستوم بلاستوم أو جينيتك ريس أوردر زي الدون سندرون الدون مش عنده أبنورمال جين واحد الدون عنده جينيتك سندروم السندروم كامل بيشمل سيستمز كتير وحاجات كتير مش التيومر بس هو عنده حاجات كتير في مستوى السيستم تانية ومن ضمنها انه عنده الكيميا تمام ممكن يظهر لي ممكن يعمل لي الكيميا ده التلاتة اللي خاصين بي طب الفاميليال بقى بيقولك انت احنا مش بنورس الصفات البرصية مش بنورس الجيمز طب يعني نيجي مثلا لقرص عدد افرادها خمسة او ستة او سبعة نلاقي فيها تلاتة او اربعة من الناس دول عندهم كانسر ونفس النوع طب نيجي نسأل ليه هنلاقي دي هنقول دي بسبب طب ايه الفاميليال فاكتور ده قولك ان الاسرة دي بيشيروا نفس الجينيتك ساس بكتابة دي ليهم نفس الجينات الوراسية فوقها كمان بيشيروا نفس يعني ايه يعني مثلا لو الاوضة اوبركراوننج وده ريسك فاكتور فده فده ريسك فاكتور عليهم كلهم لو بيتهم جنب مصنع وفيه فده ريسك فاكتور عليهم كلهم وغير انه هما فيه ريسك يعني هما الجينيتك ساس بكتابة دي فدي بنسميها حاجة بقى اسميها فاميليال فاكتور تاني حاجة بقى عايزين نقبر الفاميليال بقى على مستوى البلاد ده بحالها جيوغرافيكل جيوغرافيكل مصر الصين مش عارف ايه هنلاقي بقى على مستوى العالم دي كلها ان فيه variable different انواع من الكنسر يعني كل بلد مثلا هنلاقيها مشتهرة بنوع من الكنسر هنلاقي مسلا الصين من الكنسر استومك هنلاقي مسلا بلد تانية من البرست كانسر طب ده ليه ليه نفس السبب بالزبط لان الناس اللي حيشين في نفس البلد بيشيروا نفس الانفوريومنتال فاكتور بيشيروا نفس اللايف ستايل اللايف ستايل بتاعهم واحد مسلا هنلاقي في الصين بيأكلوا بسلا اكل مالح فعملوهم استومك او جاستريك كانسر هكذا يعني دي الفاميليال وده جيوغرافيكل طيب عليها برضو يعني بس حاجة اسمها وجدوا اللي هو وجدوا الناس اللي عندهم وجدوا ان هم اكتر مش عارفة ازاي بس هم وجدوا الناس اللي عندهم جروب ايه هل كل الناس اللي عندهم جروب ايه انا جروب فصيل الدم ايه انا ريسك الكنسر استومك بني سهل يعني ايه وجدوها استاتيستيكالي يعني بالاحصك كده يعني تعاليوا بقى نشوف 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 الدياجنوزيس للكانسر ازاي نعمل بقى دياجنوزيس للكانسر انا كده عارفنا الحاجات اللي بتأثر على الكنسر حاجات الفاكتور اللي بقوله للكانسر طب ازاي نعمل دياجنوزيس للكنسر اولا الدياجنوزيس للكنسر هيكون على مستوى حاجة اسمها التالت حاجة الكنسر في الاول او بسيطة جدا العيان ممكن ميروحش خالص فان باعتمد على اللي بعدها الانفستيجيشن الريديو جراف الالترسونيجرافي البييوبسي دي اللي بعتمد عليها فعلا ان انا بروح افحص الناس اللي عندهم ريسك وقات ريسك جروبس باختبارات على مستوى كله يعني الناس الهاي ريسك مثلا انا قلت العمال في مصنع الاسبستوس الناس اللي بيقف في الالتروفيروت ريسك كتير في البلاد المتقدمة ان شاء الله بيعملوا بقى يعني الناس اللي هايريسك دول يروحوا يفحصوهم حتى لو عينة عشوائية حتى يعني بيه بروفنشن للكانسر ازاي عمل بروفنشن للكانسر البرفنشن لنون كارسيجونيك فاكتور زي اللي انا بقول عليها دي كلها عامل لها بروفنشن بروفنشن للكنترول للإكسوبوجر للريسك فاكتور وبرفنشن وكنترول بص دي كلها تعالوا بص نشوف الخطوات اللي بنعمل بيها اي بروفنشن بروفنشن انفيرومنت الفكتور انتو بايكو بصفة عامية. اه اه اعمل لها او سواء كان او سواء كان راديوثرابي. طب راديوثرابي هيعمل اي? هيعمل عليه. تمام? و نفسها نفس الكلام. اه خمسة ستة سبعة ثمانية باعزين نركز فيهم. خمسة دراج كنترول. يعني ايه? يعني دراج كنترول? يعني امنع يعني افرض رقابة كده على بيع الادوية. ما فيش ابيوز لها. اه ما فيش دوة هيتباع او هيخرج من غير. واندر سوبرفجن وفولو اوب. انا هعمل قوية جدا 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 عشان تعليج لي الكنسر او عتليج لي بريكنسرس ليجين حت. بريكنسرس ليجين زي ازي البيبتك كالسر. see زي البيبتك ألسر زي الأدينومة زي الكونتك الدريماطايتس والليكوبليكيا والكونتك الدريماطايتس والتنج ألسر تكون لها حاجات ممكن تعمل لي ويشستوزومة عريقها كويس عشان أمنى زيفية يعني ايه يعني انا اعرف في الناس اللي عينين بي بي و سي ايه عشان ما خلهمش يروحوا يعني برها بالدم فانا منعت تشين بتاعت دايرة ازاي المرض ده بيتنقل في المجتمع بيتنقل عند ريال بلط اللي بيتنقل بي و السي فانا منعت حتة منه specific prevention ما عايز واقف هنا بقى اقف واقفة تمين يعني specific prevention ازاي هيجي اسألك كده الكنسر من الامراض اللي معروفة non-communicable disease يعني ايه يعني الامراض اللي مش بيتنقل يعني 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 ما فيش حد عنده كنسر الصبح واحد صعبك عنده يعني حد عفونا الله يعني واحد عنده كنسر ينقلو الواحد عنده كنسر ده اسمه على الرغم ان هو مش كده خالص لكن انا بدي فاكسين يقدر يمنعلي كنسر ازاي ازاي بقى مش الفاكسينات ديت كمان من اهمها الكنسر ازاي مش قلنا خالص فوق انه ممكن يبقى فيه انفكشن هي السبب في الكنسر فانا بعالت خالص من زي الهباطايتس بي الهباطايتس بي الهباطايتس بي كان اكتر الحاجات اللي بتعمل كورونيك الفاكس بتاعت الكانسر اللايف ستايل الكلام ده كله يعني طب ازاي عمل كنترول الكانسر والكنترول كله هتركز في حاجتين وهي دي تعتبر الحاجة الاساسية وحاجة تانية اسمها سكريننج اللي باته سيلر سكريننج تست برضو سكريننج تست يعني بعملها على مستوى سكريننج كده مس ازاي اتعرف عليها باربع خطوات اتنين بحرف س اتنين بحرف س اول حاجة بحرف س الكلانيك الاجزامانيش على الرغم ان انا اقول تفوق ان الدياجنوزيس بالكلانيك البيكيتشار هلاقي ان انا مش هلاقي الامراض اسمتوماتيك في الاول وممكن هو ما يجيش طب ازاي بقى انا هكنترول بالالكلانيك الاجزامانيشا لا ما هنه هعلمهم قبلها هقول للبابليك اتعلموا وخافوا على نفسكو لو حسيتوا باي حاجة غلط تعالوا كزا زي مسلا لما هم في في حملات حملات تعليمية في مستوى كبيرة على البريست كانسر مسلا لو حسيتوا كزا وكزا وكزا روحوا كزا اتطمنوا على نفسكو هكزا يعني يعني شامل طيب على البري امبلويمنت يعني ايه انا قلت ان في اصلا امراض بتبقى بسبب الاكيوبيشن طب قبل ما اشغلهم في الاكيوبيشن تقول اتطمن على صحيحهم نعم ممكن هما يبولايبوا الاكتر للكنسر ده هما تعبلييني عالغلابا يعني بري امبلويمنت وبقى اتنين بحرف الاس سيرفي ستاديس والسكرينينج تاست سيرفي ستاديس دي من اسهل الحاجات اللي بتعرفنا مثلا الحاجات المحيطة بالكنسر مثلا نزلت على القارية ميت واحد فيها ميت شخص بقى بشوف الانواع الكنسر المنتشرة في القارية دي ايه اللي عندها ايه وخزن الداتا وهكذا وقعدوا اربطهم مع بعض دي الحاجات برضو اللي هي تاست ااا اختبارات سهلة بعملها على مستوى على مستوى عدد افراد برضو عشان هشوف هم عندهم مرض ولا لا اا فبقول اعمل ۝OW واللان كانسر وبشوف العينة هنا بقى بشوف اليسبيوطا والماموغرافي والماموغرافي دي حاجة من الحاجات المشهورة جدا اللي بتتعمل ف مصر ااااا الماموغرافيُة آؤ جالي للستات الا اكتر من خمسين سنة لو الست ساسبةكت قول ل اي حاجة و اكتر من خمسين سنة بنقول لها اروح يملي ماموغرافي في اديه مهموجرية حتى تصموم على نفسك بتذيب تركز الهيبات وسيليرور كرسنوما بتدور عليها في حكتين الفاFytoprotein في السيرم. الالفا فيتو بروتين ده بيزيد في الهيباطايتس بي سيرفس انتشن تاني هيباطايتس بي سيرفس انتشن عشان اشوف الكورونيك كونفالساند والهيلسي كارير طيب ديلي اللي هما اصلا هما ممكن يووا انفكتف ليرز او لايف لهم فالاشخاص ضمت افويدت ان هما يعملوا بلاد دونيشن او اورجان دونيشن عشان ما ينقليش الهيباطايتس بي تمام بيزا رسكوف انفكشن ان سكيولي انكلودين هباطايتمكن اسبشيلي زير زيرز نوث بي زيك سيرابياتي مفيش علاج اللي هباطايتس بي في علاج لهيباطايتس سي لكن مفيش فكسين لهيباطايتس سي عن العكس بقى لهيباطايتس بي لهيباطايتس بي له فكسين ملوش علاج وكدا خلاصنا الدرس التعنا الدرس السهل وبسيط واتمنى انكم تذكروا كويس السلام عليكم شكرا